موسيقى أهلا بكم إذن في هذه الحلقة الخاصة من نقطة بلد حلقة الليلة نقسمها لمحورين في الأول نلتقي وزير التربية والتعليم الحديث عن ما حدث في الدوار الرابع اليوم وفي الثاني قراءة لإدارة أزمة المعلمين تابع الأردنيون إذن اليوم تطورات التحرك الميداني للمعلمين بالقرب من دار رئاسة الوزراء على الدوار الرابع لمطالبة الحكومة بإقرار العلاوة المقدرة بـ 50% إغلاقات الطرق رافق التحضير للوقفة الاحتجاجية من الجانب الحكومي تسبب بأزمة في شوارع العاصمة عمان والطرق عامة وأغلاقات للطرق الخارجية أحداث رافقت الوقفة الاحتجاجية اليوم دعت نائب نقيب المعلمين لتعليق الاعتصام اليوم والدعوة لإضراب شامل الأحد القادم الحكومة من جانبها أعلنت أن باب الحوار مفتوح دون شروط مسبقة مع المعلمين وأنها ملتزمة بذلك أرحب في المحور الأول بضيفي يا دكتور وليد المعاني وزير التربية والتعليم أهلا بك أهلا بحضورك أهلا بك وأنا بدي أسمع بداية رأيك باللي صار اليوم والمعلم منذ مدة وقف احتجاجية للمعلمين وتقييمك للمشاهد يا سيدي ما جرى اليوم أمر مؤسف حقيقة بكافة المعايير احتصام كما مرخص له أن يجري في مكان محدد جرى في مكان آخر أدى إلى إغلاق طرق كثيرة بعضها في مناطق هامة وحيوية كمناطق المستشفيات وما شابه ذلك وبعد ذلك انتهى الاحتصام من الإخوة المعلمين وأعلنوا ما تحدثت عنه أنه سيكون هناك ما سيكون يوم الأحد القادم سيدي اللقاءات بيننا وبين النقابة لم تنقطع إطلاقا وكان فيه هناك لقاءات متواصلة إلى أن انتقل المرحوم الدكتور الحجاية إلى رحمة الله أنا التقيت خمس مرات آخرها قبل ما يتوفاه الله بأربع وخمس أيام التقيت في وزارة التعليم العالي وتحدثنا في القضية اللي بنبحث فيها اليوم التقيت في منزلي في العيد في عيد الأضحى وكان برفقته سعادة نائب النقيب الأخ ناصر وكنا نتحدث فقط في كيفية إيجاد حل لهذه المعضلة لأنني أنا بعتقد أنه للمعلمين حقوق وأنا بعتقد أنه من الواجب أن نصل إلى هذه الحقوق بطريق الحوار خصوصا وأن هناك بيننا اتفاق موقع ومكتوب ومصادق عليه من المجلس النقابة السابق يحدد كيفية الوصول إلى أكثر مما يطلبون وإنما بطريق مختلف نحن لا نختلف على الحق في الزيادات وإنما نختلف على الطريق أنا في العزاء عزاء المرحوم عندما ذهبت إلى منطقة الحسى أعطيت رقم هاتفي للأخ ناصر وطلبت منه أن يعطيني رقم هاتفه حتى نستطيع أن نتحدث في خطابه في مجمع النقابات قال وأنا أكتبس منه أنه لن يلتقي أحدا ممن التقاهم المرحوم الدكتور الحجاي فكانت هذه رسالة واضحة أنه لن يلتقي طب لو نحن نحكي منطق اليوم شيء الأصل لغة حوار صحيح تقول تحاورنا والنقيب المتوفى رحمه الله الأستاذ أحمد الحجاي جميل لكن صار حدث الوفاء صار الإعلام من النقابة صار الإعلام عن الوقف حتى وإن ذكرت النقابة أنها لا تريد أن تحاور أحدا لكن اليوم عم بتقول النقابة أنا بدي أطلع الدوار الرابع مش الأصل تفتحه مع حباب حوار مباشرة يا نائب نقيب المعلمين تفضل إلينا إحنا عنا طاولة حوار كانت مفتوحة مع النقيب المرحوم وعين أنه واصل الطريق يا سيدي هو يعلم هذا علم اليقين وتحدثنا معه من أكثر من طريق هو لا يريد أن يتحدث قبل أن يصدر قرار بإعطاء الخمسين في المئة لا يريد أن يتحدث الأمر محسوم بالنسبة له خمسين في المئة أولا ثم نتحدث يعني هو يضع شروط على اتفاق هو انقلب عليه كان قاب الاتفاق موجود ومسجل ومعلن تلفزيونيا وموقع عليه وهو انقلب عليه لأنه مجلس نقابة جديد هو اختار أن يسير في هذا الطريق ونحن نقول حتى اليوم وعلى الرغم مما حدث وحتى على الرغم مما سيحدث يوم الأحد ونرجو من الله لا يحدث يوم الأحد لازلنا اليوم هياته من على شاشتك اليوم الصبح دعينا قبل أن يذهبوا إلى المسيرة من على منبر الحقيقة الدولية ومن على منبر الإذاعة الأردنية ومن على منبر المملكة دعينا نقابة إلى الحوار قبل أن يخرجوا إلى المسيرة حتى لو ما أقول أنت تركتهم لا أحد ليش ما دعينا للحوار يوم الأربعة ليش ما دعينا للحوار يوم الثلاثة يا سيدي معلن يعينا للعينا الأثنين معلن سيدي هذا معلن الدعوة إلى الحوار مختلف ما في تراشق بين الوزارة والنقابة بيان يصدر هنا وبيان يصدر هنا لم نصدر بيانات سيدي إلا بالأمس فقط لا غير لم نصدر بيانات قبل ذلك البيانات كانت تتولى من النقابة إنما هذا التقارع نحن نريد أن نرى كيف سنسير إلى الأمام نسير إلى الأمام سيدي بالحوار ونحن من هنا نعلن أنه إحنا جاهزين للحوار في المسار المهني المسمى بنظام المهني التعليمي مستعدين للحوار فيه نتحدث فيه نرى ما نمكن أن نعدله نرى ما نمكن أن نحسنه لمصلحة المعلم ويجب أن يدرك الجميع سيدي أنه الفائدة المتحققة والمرجوة من النظام المهني للمعلمين أكثر بكثير مرات أكثر من الخمسين في المئة التي يطالبون فيها الآن إمهو أنت لما تقول لي عشان أنا بحكي منطق أنا بدي أعتبر حالي معلم اليوم لما أنت بتقول لي أنا بدي أعطيك علاوة إضافية أعلى بكثير مما أنت بتطلب اليوم صحيح مش معقول أطلع اعتصام ولا أطلع وقفه معاناته مش مستدقلين أنت إلا إذا مش مقتنع ليش مش مقتنع المعلمين بيقولوا لك أنتو يا وزارة التربية وتعليم يا حكومة أردنية انقلبتم على اتفاق عام 2014 بمنحنا على أوتر خمسين بالمئة يا سيدي لم يكن هناك اتفاق حكومي إطلاقا بين نقابة المعلمين وبين الحكومة في عام 2014 كان هناك اتفاق نيابي نقابي رئيس لجنة التربية النيابية الأخ القطاطشة هو الذي قاد الحديث مع نقابة المعلمين في سنة الـ 2014 وهو الذي قال لهم أنه سيقنع الحكومة بعلاوة الخمسين في المية وأن يرصدوها في موازنة العام القادم لا هو أقنعهم ولا هم رصدوها وهذا هو البيان الذي صدر في ذلك التاريخ معك أمامك أنا بعطيك إياه عبارة عن شيء صادر في جريدة الرأي ينص على هذا الأمر هيا توسيدي التربية لا تلتزم ولا نلتزم ولا تلتزم الحكومات مستقبلا بأي التزامات مالية للمعلمين 22-8-2014 الذي التزم أمامهم هو النائب القطاطشة أو المجلس النواب ولم يستطع أن يقنع الحكومة بذلك فمن يقول أن الاتفاق جاري من سنة الـ 2014 غير صحيح الاتفاق الذي جرى مولانا جرى في 25-11-2018 والذي وقع عليه سبعة أشخاص من نقابة المعلمين النقيب ونائب النقيب وأمين سر النقابة وأربعة آخرون أو حتى خمس آخرون والأمينين العامين لوزارة التعليم العالي والوزير المكلف بسام التلهوني ووافقت فيه النقابة على أولا أن يصدر مجلس الوزراء يوم 26-11 قرار باستثناء المعلمين من المنحنة الطبيعي هذا منحكي عن أي اتفاق الموقع منحكي عنه الاتفاق الوحيد مش مع أحمد الحجائي لا هذا مع الفلاحات النقيب الفلاحات فريحات فريحات هذا مع النقيب الفريحات نعم 2018 100% 2014 ما كانش فيه اتفاق مش اتفاق هذا اتفاق نيابي 100% يتحمل مسؤوليته مجلس النواب 100% بس انا هون بدي اقرب بس يعني خذني بحلمك فضل اليوم منقول للمعلمين روح اتص مؤمن مجلس النواب لأنه في ساحة هناك لأنه في ساحة مش لأنه مجلس النواب لازم يكون لديك الحوار معه لا 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 مجلس النواب يعني الدكتور إبراهيم البيور ساعاته رح يطلع معك بعد شوي واسأله هذا السؤال هو يحاول واعتقد انه له دور في انه يقوم بدور وسيط مثلا بين الحكومة و... بس انتو اليوم استنيتوا وساطة تزعلش مني رحيّل الغرايبة اليوم دقوا مع كل احترام حفظ الرقاب ليش ليش استنينا اليوم ليش ما اجت الحكومة قالت لأبراهيم بدور مع حفظ الرقاب ايضا انه يا دكتور إبراهيم روح على مجلس النقابة احكي معها تفاهم معهم قسط الخمسين في المية هو عارف الدكتور إبراهيم هذا الكلام وهو تطوع من نفسه لم يطلب منه احد وبيعتقد انه دوره وأنا بأيده في ذلك انه دوره هو لأنه ابن وطن بيشتغل لمصلحة الوطن ومصلحة المعلمين ومصلحة أبناء الوطن وجد من دعوه أنه يحاول أن يقرب وجهات النظر وجهات النظر سيدي ليست بالبعيدة إحنا متفقين بس أنت المسار المهني اللي بتحكي عنه هذا اللي بديعين اليوم أنا بحكي عنه معلم القديم بتخل في المسار المهني إذا بده اختياري إذا بده اختياري إذا بده ينضم إله أهلا وسهلا وما بغسر من علاوته إشي بده يرجع ويبلش ويطلع ويصل إلى 250 تسع سنين هدو تسع سنين في حين في الوضع الحالي لن يصل إلى نصف المبلغ في 15 سنة كيف يعني يعني لو دخل معلم اليوم بعد 15 سنة بوصل إلى 150% أو 138% إذا دخل واحد اليوم في المسار المهني بعد تسع سنين بوصل إلى 250 إذا أخذ الدورات وترقى فيها كلها طب خسارته الشهرية قدش ما فيش خسائر شهرية سيدي فيه مكاسب شهرية ما هو بدي يخسر ألا بدي يدخل على المسار المهني بدي يخسر على الأوتو هذا معلم جديد إذا بدك يا معلم الجديد هذاك بيخسرش على أهوات سيدي يعني إذا كانت القصة قصة إنه بيخسر على أوتو اللي بدي يدخل جديد ويلتزم في المسار المهني هذا يمكن الحديد فيها القضية إنه نحن نريد للمعلم أن يكون على قدر من السوي الأكاديمي بدنا نحول ما يقوم به المعلم من وظيفة إلى مهنة وأن يكون لها درجات درجات خلينا أحكي لك الدرجات أخ محمد بس قبل الدرجات عشان أن يسألك سؤال أنك أنت حكيت ملاحظة مهمة اليوم هل تقدم هل من الممكن أن تقدم وزارة التربية والتعليم والحكومة الأردنية نظام جديد للمسار المهني يضمن للمعلمين القدامى على وتهم على أن يدخلوا في هذا الإطار الجديد مع زملائهم المعينين الجدد سيدي إحنا منفتحين خلينا نحكي لك لأي حوار يجري لتعديل المسار المهني لتحسينه لتطويره بما يخدم الطرفين أوضح من هيك مفيش مستعدين إحنا للحوار كل يوم في هذا المجال اليوم رأيك بإدارة الأزمة اليوم من قبل الحكومة سيدي أنا عضو في الحكومة وبتحمل أي شيء بتقوم في الحكومة الحكومة واضحة كانت في الكلام أنه حق الاحتصام مكفول كفله الدستور للناس إنما ضمن حدود معينة أخذوا تصريح أن يقوموا باحتصام في مكان ما تجاوزوه إلى مكان آخر فيقوم قامت الحكومة بما تقوم فيه في كل المرات اللي الناس بتجاوزوا فيها حدود ما هو مصرح لهم رأيك بإضراب الأحد؟ إضراب الأحد لكل حادث الحديث كيفين؟ يعني إعلان واضح بجوز ما يقوموش ما بتعلم كيفين؟ بجوز ما يقرروا ما ما هو سيدي أنت بتعلن شيء اليوم بجوز ما تنفثوش طب فل هناك خطوات للحكومة أو وزارة التربية يومي الجمعة والسبت لوقف إضراب الأحد؟ يا سيدي ما فيش إشي اسمه وقف إضراب يومي الأحد أنت لا تستطيع أن تمنع أحد من القيام بأمر نوى عليه أو قرر أن يقوم به أنت تتعامل مع نواتج أي عمل يقوم به أي شخص لذلك أنتو اليوم بتكون تتعاملوا مع إضراب الأحد إحنا ما بنا نتعامل مع إضراب الأحد إحنا خلص اليوم على سلام نرجو أنه ما يحصل إضراب يوم الأحد وإن؟ لا مش أنا مش وإن أنا ب معالم بارك أبو يمين حدد لك ما هي الأمور القانونية التي تتعلق بإضراب الموظف العام وما هي الأمور القانونية المتعلقة بترك المعلم لوظيفته وترك الطلبة في الشارع فيه أمور قانونية تترتب على ذلك موجودة في النصوص ما بتشوف في هذا الموضوع تصعيد اليوم لا أنا ما بشوفش فيه تصعيد بس بجوز أحيانا الناس بتنسى أنه في قوانين تحكم المنطق وتحكم البلد وإحنا يجب كلنا أنا وإنت والمعلم واللي ماشي في الشارع أن نلتزم بالقانون لأنه إذا ما فيه قانون بتصير القصة قصة شريعة غاب والأقوى هو الذي يسود طيب هل تواصل أحد مع نائب النقيب أنا سيدي اليوم أعطيت تليفوني مرة ثانية لأخوان بعرفوه وكرت معه سيدي وأنا اليوم دعيته من كل المنابر اللي طلعت عليها أنا جاهز للحوار بس ما عندي أي مشكلة سيدي لا يوجد عداء شخصي بيني وبين المعلمين أو بيني وبين نقابة المعلمين نحن نريد لهذه الأزمة أن تنتهي سيدي نحن نقدر المعلمين تقدير تام نعتبر أنه بدون معلمين ما في وزارة تربية وتعليم نحن نريد أن نرعاهم لأنهم هم يرعون أبنائنا أبنائي وأبنائك بنقدرهم ونعتبر أنهم عماد العملية نحن نريد أن نصل إلى توافق بحيث أن يحصلوا على ما يريدون وفي نفس الوقت أن نصل إلى الكفاءة التي نريدها في المعلم مقابل كفاءته يتلقى الأموال التي تصل إلى 250% قديش كل فتر 50% على الخزينة 112 مليون ما في مجال تأمنهم الحكومة 111 مليون أنا بقول لك وأنت عارف وأنا عارف أنه ما في 112 مليون للأسف الشديد طيب أنا بدي أشكر كذلك شكر دكتور وليد شرفتني بحضورك أأمل أن يعني يكون في حوار إن شاء الله بينكم بين نقابة المعلمين وإنهاء هذه الحالة إن شاء الله إن شاء الله التوتر الحقيقي إن شاء الله لسادة البلد كل اليوم بانتظار أن تنتهي هذه الأزمة خلينا نسميها توتر كويس أنا بفضل على التوتر ما بدي أستخدم أنه مصطلح حاصل خليني أمشي معك في قضية أنه عملية توتر وإحنا مستعدين سيدي للحوار في أي وقت نعمل أن تكون لغة الحوار هي اللغة التي تضغى على إن شاء الله جميع المشكلات بمورفيشة إن شاء الله وأشكر تشريفك للليلة شكرا جزيلا لك بتويدنا يعني وزير التعليم فاصل قصير ومن ثم نواصل هذه الحاقة الخاصة من نبض البلد ابقوا معنا